لأننا النقطة دي أنا عايز أتكلم فيها مع جمهور النادي الأهلي لأننا الحقيقة بس مع بعض الاستيديوهات التحليلية بعد أتحك والله العظيم بعد أتحك يعني تخيل حضرتك لما يطلع حد يقولك إيه يا جماعة مشكلة موسيماني أنه هو بياخد بطولات بس طب أنا هرد أقول إيه يعني أنا أرد أقول إيه في حاجة زي دي هو يعني طبعاً يعني تخيل حضرتك أن بقت مشكلة المدير الفني دلوقتي في مصر تخيل أن مشكلة أي مدير فني في مصر أو مدير فني للنادي الأهلي أنه بياخد بطولات بس يعني إيه يعني إيه بياخد بطولات بس ما فهمتش يعني حاجة غريبة جداً الحقيقة وكل واحد وله رأيه أنا بحترم كل الأراء ما عنديش أي مشكلة لكن في نفس الوقت يا جماعة انتقد وانقد أداء ملعب انقد كذا انقد كذا لكن يعني إيه يعني إيه مدير فني ما بياخدش غير بطولات ما بيعملش حاجة غريبة بياخد بطولات أنا محتاج أفهمها بيجيب بطولات بس أنا محتاج أن أنا فهمها الحقيقة لأنه مش فهمها والله والله بجد النقطة دي تحديداً مش فهم لكن تقدر تقول مثلاً إيه ان موسيماني قد يكون مخطئ في أن هو بيدفع بالناشئين في مثل هذه المباراة مثلاً لو عايز تقول كده ده حق كل واحد ممكن أقول أن موسيماني قد يكون خطأ أن هو لعب إسلام الشاطر مثلاً باكيمين وملعبش محمد هاني مثلاً يعني أي حاجة أنتقد قول أداء أن فيه أداء الأهلي وحش تحر فيش مشكلة قول أن أداء النادي الأهلي يحتاج إلى تطوير قول كذا قول كذا تحر كل واحد يقول اللي هو عايزه لكن نتقول أن بس مشكلة الموديل الفني أن هو ما بيعملش حاجة غير أن هو بيجيب بطولات أنا بالنسبة لي دي يعني علامة استفهام